بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين إخوانا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابة الأوقات لكم من أحر التحيات أسأل الله تعالى مجيبة دعوات أن يفرج عن أمتنا الكربات وعن أهل الأقصى والمسرى وفلسطين عموما وغزة خصوصا وبالذات أن يفرج عنهم الويلات والعثرات والنكبات وشتات الرأي أسأل الله نجمعهم على كلمة سواء كلمة الحق والقصد وهذا الدين العظيم فلا يجمع الأمة إلا هذا الدين مرحبا بكم أعزائنا وإخواننا أخواتنا وحياكم الله دواما في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا والعالم الإسلامي برمته تحت السطح أزعم أنه يمور ويفور ويوشك أن البركان يثور لأن هذا الوضع المقلوب الوضع المنكوب هذا يستحيل أن يكون هذا حال الأمة ثم لا يكون هناك حراك يدفع هذا الواقع السيء والهزائم والانحطاط الذي تعيشه الأمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واختراقا أمنيا واختراقا ثقافيا يعني وضعنا الحقيقة منتهى الزراية منتهى الوهن منتهى العجز ينبغي أن يكون تحت السطح أشياء لا شيء واحد على كل حال نريد أن نعود إلى الآية الكريمة أو القصة الكريمة من سورة البقرة هذه السورة العظيمة كما وكيفا طبعا الزهراء السورة الاستخلاف التي نزلت بعد أن شرف الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة هو ومن آمن معه رضي الله عنهم وهاجروا من مكة إلى المدينة وكان هو خاتمة المطاف في المهاجرين استقبلته المدينة أقامت دولة العدل والحق والإيمان والإسلام والنور الذي يطرد ويطارد الظلام هذه الدولة يعاش في أكنافها وتنام وأنت قرير العين أن حقك سيوصلك لن تلبس تهما زراية دراية الله أعلم كيف تلفق وتصاغ وتفبرك تصحو إذ بيك إرهابي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احمنا وعصمنا يا رب العالمين بلبسوك تهمة من فوق لتحت عميل لإسرائيل وما لنتو إيه يعني أمور العالم العربي أعجب من العجب والله عالم العرب أعجب من العجب على كل حال قصة طالوت وجالوت أو قصة الملأ من بني إسرائيل كيفما سميتها ما في بأس فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أقول ما أشبه الليلة بالبارحة هذا المشهد متكرر في تاريخنا في حياتنا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده مثل بنقول لا طاقة لنا اليوم بباراك بنتنياهو بمشارث مين من قادتهم سحاق ربيم من قبل لا طاقة لنا اليوم بشاريت ومشديان يعني معنى إسرائيل هذا قدرها لكن ضخمها الأعراب قصدا وهولوا من شأنها في البداية هولوا من شأنها ثم هولوا من شأنها يعني قصة عكرام وكلهم برمج وكلهم خطط ما في شيء عشوائي تبظون العالم عربي هبل لا يا أبو يومش هبل ولا دبل اشتغلوا عن التخطيط أقول ما أشبه الليلة بالبارحة ما أشد شبه هذا الموقف بقول أحد الجنود في معركة اليرموك ما أكثر الروم اليوم وما أقل العرب ويشاء الله تعالى أن الصقر الأسد سيف الله ورسوله صلى الله على محمد ورضي الله عن خالد أبي سليمان هذا قل بل قل ما أكثر العرب وما أقل الروم إنما تكثر الرجال بالنظر وتقل بالخذلان المخذول هو القليل نحن المنتصرون إن شاء الله وجود خالد في الجيش يشع ويشيع طمأنينة وسكينة وثبات أمة في رجل هذا الرجل أمة في رجل والله كتيبة لواء فرقة بشخص خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه ثم قال كلمته المشهورة أيضا لو جدت أن الأشقر معافة حصانه يعني وأن الروم قد أضعف العدد يعني دوبل العدد ضاعفوا أضعفوا ضاعفوا العدد يعني بدلهم 240 ألف يكون 400 ألف كان الصيد أغزر وأوفر يا الله الثقة واليقين والرجول المكتملة والنضج الإيماني والتوكل على الله عز وجل إذن ما أشبه الليلة بالبارحة مثل ما قلنا على كل حال ثم طفق يعب الجنود رضي الله عنه بالطاقة المعنوية والإيمانية وكذا في مؤتة بيخطر ببالك أنه في مؤتة 3000 من المجاهدين من الصحاب الكرام مقابل 200 ألف ولا ببالي الجن بيخطر مستحيل طبعا وال3000 انسحبوا بهدوء بعد ما أوهموا الروم والأعراب خلي بالك الروم العرب دائما يعني الصورة تتكرر حلف ما بين العرب الآن واليهود اللي فندور حلف حلف شي سري والآن كله صار ما في سري مري لا صار علني فوق الطاولة احنا مع اسرائيل ووزير المواصلات اللي سبعلن عن خط سيفتح ما بين اسرائيل ودولة عربية ودولة العربية لا تعلق معنى هالكلام صحيح واسرائيل بتحرجهم مش بتهون عليهم رد الفعل يعني أنا باتولاها عنك ولا يهمك انت هذه اللي معانا عمو ما بيخاف فعراسك انت مع اسرائيل مع الصهيوني العالمية تسأل في مين في العرب واتس عرب ناثنج اسأل عنها اسأل عنها الريح تندل احنا امريكا احنا الصهيوني العالمية احنا بنعكم العالم بطلع لكم والله يهود بطلع لكم لم تجدوا من يردعكم بطلع لكم ما هنا خلينا مع الموضوع الله يصلح الحال نختصر قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولما برزوا لجانوته وجنوده قالوا رب قبل هذا رد على اولئك الذين قالوا ما اكثر الروم اليوم يعني ردوا عليهم قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة كم هنا للتكثير يعني وتصلحا تكون استفهامية وتصلحا تكون تعجبية للتكثير الاخرهي بدأ يوقف عندي يظنون يظنون حتلاقي مفسرين قال لك يوقنون انهم ملاقوا ربهم طيب مدام يظنون بمعنى يوقنون ليه مولانا سبحانه ما قال قال الذين يوقنون انهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة مدام لا لا فيش يعني هذا الجذر مختلف عن هذا الجذر ظننا يقن جذران مختلفان لابد ان يكون بينهما فروق الذي اقوله باختصار بدون من طولين لو قلنا هذه منطقة الظن بهذا الاتساع لك ان تتخيل هذا الاتساع مئات الامتار لكن مش حمد نفسي مئات الامتار طبعا من هنا يبدأ الجحد المطلق من هنا يبدأ اليقين وما بينهما منطقة الظن اذا الاقرب الى الجحد يبدأ الظن واللي بينتهي باليقين هنا الظن اذا هذه مساحة الظن اذا قال الذين يظنون هنا مش لناس اللي هنا يظنون انهم ملاقوا الله قد ان لاحظ لكلمة ملاقوا وراها الف الارتج مع الفعل وملاقوا مش فعل واضح انه اسم اذا لماذا زيدت وزيدت نحويا انما الرسم القرآني مثل ما بنعيد مئات مرات توقيف رباني الرسم القرآني توقيف رباني مش النساخ هم من اللي زادوا الالف اجتهادهم باع يعني لا هذا امر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله الذين يكتبون المصحف يكتبون بما يقال لهم لا باجتهاد من عنديات انفسهم لا ذن ملاقوا الف لمزيد من الظن الوافق بالله عز وجل اللي هو بمنطقة على تخوم اليقين على تخوم اليقين ذن يوقنون تبدأ من هنا وتنتهي الى مثل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم له قطعي كأنه عين اليقين او حق اليقين ان شاء الله يقيننا يعني علم اليقين نسأل الله ثم نرتقي الى حق اليقين ثم نرتقي الى عين اليقين ان مناكل من طيبات الجنة الله هذا اسمه عين اليقين شفنا الانهار والاشجار والاطيار والازهار والمجالس قلنا هذا عين اليقين احنا كنا في الاخرة في الدنيا بالاخرة موقنون الحمد لله احنا الان من فضل الله موقنون بالاخرة نسأل الله يزيدنا وياكم يقينا لكن علم لم نرى قامت القيامة ورأينا الجنة والنار صارت عين اليقين دخلنا الجنة وطعمنا منها وشممنا الروائح العطرة فيها فادركنا الام امر بعين اليقين على كل حال نريد ان ننتهي من الايات حتى ما نريد نرجع الى حلقة سادسة يعني نختصر يا اخوان نختصر معنا اذا يظنون ليست يوقنون كما شرحت لكم فلا اعيد والله مع الصابرين يا الله واذا كان الله تعالى مع الصابرين من يغلبهم اذا كان الله معك فمن عليك كل من يردد استاذ النابلسي الله يكرمه دائما ويكررها كثيرا كم تكررت هذه المعية الالهية مع الصبر والصابرين مع الصابرين مع الصابرين على كل حال نقف عند بعض اللفتات البلاغية في هذه القصة القرآنية الجميلة التعبير بكلمة ملكا الملك سبع مرات تتخيل بها القصة تتكرر بالآية الاولى والثانية منها سبع مرات الجدر ملكا بعث لنا ملكا انه يكون الملك ونحن وحق بالملك من الى اخر يدل على اهمية القيادة اذا انتكررت الكلمة عشان ترسخها بذهنك القائد 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 مامل بضعنا كارر لما تخلص الحلقة اهمية القائد لا نهائية ونكبة الامة اليوم في يعني عدم الكفاءة الكاملة والمطلوبة في كثير من من القيادات على كل حال اذا التكرار الجدر ملكا ملكا الملك الى اخره ابعث لنا ملكا لنقاتل لا ابعث لنا ملكا نقاتل كانها شرط وجوابه ابعث لنا ملكا لنقاتل صارت اللام يعني من الغاية تكون غاية البعث لا هناك انه القتال متحقق بمجرد ان يعين علينا القائد والملك وكانها جملة شرطية مثل ما قلنا التنصيص على في سبيل لنقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا لنقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله يا سلام التحديد الغاية والهدف من من القتال اخواني قد يردد هذه الكلمة من لا يستحق ان تجري على لسانه ولا يستحق ان يحسب من المؤمنين لانه صنيعة من الصناع ونحن احنا نميز ما بين الشيوخ وكيف يا شيخ والله يا عمو العقل هذا فراز تفرز الغث من السمين والمحق من المبطل والعميل الدعي من الصادق النقي وهذا مخلوق لوش من اجل ان يا شباب يا من تستجيبون لكل ناعق الجهاد يلا شباب يلا لك عمو صنائع يعني كل المجاه لا ها ها مدينة الخربط اي لا من دمروا سوريا ودمروا العراق ودمروا الثورات العربية ذول صنائع اخترعوا الاسم هذا والمسمى داعش ماعش فاعش مهم اخترعوا هذا دمروا سوريا ودمروا العراق وقتلوا الوضع في مصر وقه الجيش ينقذ من من التنظيم الارهابي اللي اخترعوه هم امريكا واسرائيل والدول العربية بعضها مهم اخترعوا هذا التنظيم الاجهن يكون شماعة يعلقوا عليها كل مشاكل العالم العربي ليش العالم العربي خائب تنظيم داعش اخترعتوا انتم يا شباب يا من خدعتم وفتنتم والله يعني بعض ما عارفنا آباء وغيره يعني يحكي لي مع ابنه يعني قل له يا أخي لا يخدعوكم بمعسور القول ما تدري من وراء هؤلاء يعني اكتشفنا ليترا جدا أنه يعني تنظيم القاعدة كان حسن مبارك أمدهم بستلاف بغلي بحكي حسن مبارك أمدهم بأمر السياد وطبعا أمريكا أنه ابعت لهم بعد ما تفكك الاتحاد سوفيتي ابني القزمة أنت أيوة أنت اللي كنت هناك آه بس من اللي كان يوديننا المساعدات مش الدول العربية الدولة الفرانية والدولة كان يجمع التمرعات في المساجد والناس فيها خير طبعا بنية أن هؤلاء يقاومون الروس وهم الشباب المساكين هذه نياتهم مداريين بأنه في لعبة دولية فوقهم وأكبر منهم لا يطيقون حتى تصورها بمجرد التصور العقلي مش فاهمين اللعبة نقاوم الكفار الملاحدة شباب صادق والمؤامر أكبر منهم وقسم من اللي التحقوا بهؤلاء الناس أزعم أنهم ما مشكلهم أعملاء أعوذ بالله ناس مخلصة لكن عند الله تعالى مخلص مع هبل ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال قد تستخدم أداة في تخريب ثورات حقيقية واجب قيامها من أجل تغيير واقع سيء ليبيا وطلعوا لك ليبيا بدأ داعش في ليبيا قضت على الثورة وداعش في تونس خربوا التجربة التونسية لما الغنوشي ودعوشي قال يا عمي سبسي بتونس والسيسي في مصر استلموها شوشوا اغتيالات ومش اغتيالات خربوا الوضع في تونس والوضع في سوريا والوضع في العراق والوضع في مصر من يحما وصلوا فلسطين شفت الداعش هي أبو الجدائل هذا نحن عند كلمتنا نفي بوعدنا ها نقتلوا المرتدين من حماس طلقوا برأسه شفتوا المنظر انتو هذا جاسوس لإسرائيل أبو الجدائل يونو أبو الجدائل جدائل منزلها بسم الله لحية طويلة مسبسبة مع الطرام زهيتة وجدائل السنة السنة وأنت صنيع على إسرائيل تقول للسنة معروف لكل أهل غزة وجاسوس هذا يا شباب لا تنخدعوا بالجدائل يا شباب متى يكون عندنا العقل ليفرز المحق من المبطل والمخلص من الدعي متى؟ كل ما طلع دعي سنيم يضحك علينا وعلى الحانة وعلى أمتنا أن نستخدم هذا الوعي والعقل الذي يفرز ويميز ما بين المحق والمبطل الصادق من الكذاب الدعي متى يا شباب؟ على كل حال إذن التنصيص على في سبيل الله كثرة الاستفهام وما لنا أن لا نقاتل؟ كثرة أربع خمس مرات داقي في الآيات الاستفهام ابعث لنا ما في اللفظة من قوة ونبي لهم وهكذا ضمير الجمع هذا تكرر أيضا مرات دلالا كانت تحرك جمعي وتكرر إن التوكيدية إن آية ملكه إن الله اصطفاه إن الله قد بعث لكم إن في ذلك لآية إن الله مبتليكم ولا سبع مرات إن أقوى أدوات التوكيد كثرة الاستثناء بإلا إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم جوازه المهم إلا يعني كثرة أدوات الاستثناء دلالة على إنه كان الصفية ساقط بكثرة منه المتساقطون إلا طاقة لنا اليوم مثل ما قلنا متسق مع جو سورة البقرة فلا نعيد ولاحظ التشابه الأسماء طالوت وجالوت طالوت وجالوت حتى داود نفس الوزن طالوت جالود داود يعني سبحانك كيف جتل حتى الأسماء وأقول أهمية استقراء التجارب الإنسانية واستخراج السنن من التاريخ القوانين يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة واتكلمنا عن تبادل الأدوار النبي أدى دوره جاء دور طالوت جاء دور داود فكأنه على المسرح يصعد واحد بينتهي دوره بينزل اللي بعده بينتهي دوره بينزل اللي وراه بسلاسة تنتقل الأدوار لا انقلابات ولا دبابات انتهى دور النبي خلاص سلم الرأي لطالوت فضل يا طالوت طالوت السلم الرأي لما برز داود وقتل داود جاء ولوت وإله الله الملك والحكمة والحكمة آه آه والحكمة فهمنا خلاص آه الملك وعلمه مما يشاء العلم سعة العلم نريد من من يكون قارئا نهيما مطلعا على التاريخ وسنن التاريخ وكلام رب العالمين والتفاسير والقرآن والعلوم المختلفة والإدارة قارئ بعقل كبير يقود الأمة ما هو أي كلام ما هي المهم إح لما قالوا أفرغ علينا صبرا يعني كانوا مش صبر بالقطارة بالنقطة بالتنقيط لا آه بالدلو أفرغ ربنا أفرغ علينا لله المثل الأعلى يعني كلمة أفرغ يعني عاوزين صبر بكميات لأن العدو خطير جدا ومتحشد ومتسلح ومستعد للمعركة ربنا أفرغ علينا صبرا نحتاج إلى كميات من الصبر تنبع عن شدة الاحتياج أفرغ علينا الصبر لا أفرغ علينا صبرا منكر للتكثير والتكثير والتكبير والتعظيم معنى الكثرة من وجهين من أفرغ كمية وصبرا للمنكر فصار التكثير من وجهين ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا إذا ثبت القدم معنىها رمز لثبات القلب إذن ثبت قلوبنا حتى تثبت بها أقدامنا أعطاك النتيجة وثبت أقدامنا ما ثبتت الأقدام إلا والعقول والقلوب ثابتة لكنهم ركزوا على النتيجة وثبت أقدامنا وانتقل بيك إلى خط النهاية وانصرنا على القوم الكافرين من دروس القصة قصة طالوت وجالوت أنا شاف أنه قد نحتاج إلى حلقة لاستعراض هذه الدروس فلنؤجلها ونتكلم في الوصلة الثانية عن الأنرها ما لها شو شو ما لها ونتكلم عن عودة الطلاب للمدارس اللي أول يوم في المدارس كسروا مدرسة ولا ونتكلم عن ما قيل أنه كنفدرالية وعباس أذاع سرا بين الناس كان بين وبين الصهيوني ترمب بعث لي وقل له بدنا نعمل هو الكلام حقيقي ولا مش حقيقي لأنه بعض المحللين والكتاب يقولوا الكلام يعني قد يكون مفتعلاً أبقوا الرواية مختلقاً المهم ونتكلم عن إيه من القضايا أيضاً ما جرى في جامعة آير البيت نشوف إيش الحكاية ومحاكمة سلمان العودة وانت ما لك انت يا سيد لبي دلونا بين الدلاء نقول رأياً من الآراء على كل حال في الوصلة الثانية نتعرض لبعض هذه العنوين وفي الثالثة نكمل ما لم نغطه في الوصلة الثانية يكونوا معنا أيها العزاء أعزائنا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحباً لكم في الوسطة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواماً نسأل مولانا أن يصلح لنا الدين والدنيا وأن يصلح لنا الدنيا بالدين إذ من خلال تجربة طويلة عمرها 1400 سنة ونيف لم نعش صلاح الدنيا إلا بالدين الدين النقي من الخرافة من الإسرائيليات من الأساطير من الخرافات من الخزعبلات من التقاليد العفلة من الجاهلية دين الله كما أنزله الله لا كما يتخيله المتخيلون والواهمون والمتشنجون والمتعصبون والمزمتون والمغلقون والرجعون أوه أمم أمم ومناهج والدين واحد إنما ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إياك كن مع هذا الدين وحرصا لا يدخل على نقاء دينك شيء فيعكر عليك صفوا هذا الدين قبل ما تتبنى أي فكرة اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والسؤال مش من هب ودب واحد عام اللحية سامحني الآن الشباب صارت موضة موضة حلوة كانوا يقول لحية بسم الله الرحمن الرحيم لما صارت موضة وشبابك ومع الوشم صارت مقبولة جدا من كل ما عرفش ما المهم نرجع لموضوعنا الأنروا بهيو أن أمم المتحدة رفيوجيز وارك مش عارف المقلاصة أجنسي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كلهم حنان الغرب آه أخذوا وطننا سلموا لأعدائنا وطردونا مثل مثل حمر الوحش المطرودة من من غابتها ولا اللي هو برها بعدين طعمونا لقمة الخبز مغمسة بالسم هذا حنان الغرب وعواطف الغرب لأن الأنروا عمرها ما كانت في صالحنا إطلاقا بدأت الأزمة بقرار الصهيوني ترامب إنهاء الوكالة فنفس الغرب اللي اخترع الأنروا هو نفس الغرب الآن اللي بتقول بدنا ننهي الأنروا اخترعوها عشان يصوروا القضية قضية لاجئين كانوا يعطونا صابون سكر رز طحين كم كيلو للواحد بالشهر يكفي نصف شهر يكفي إن شاء الله ما يكفيك ويعملوا إحصاء كل فترة وفترة عشان يدقق إنه تاخد خمسة نفار وين هم الخمسة هاي هم يعدوا تعداد إحصائي كل كم شهر كل كم سنة المهم عشان يتأكد إنه بيعطيك بالمقادير كم فلق تصابون ويمكن نصها تروح سرقات من هنا ولا من هنا الخلاصة لغوصة حياتنا كلها بلغوصة خدت مني وطني أرضي مزرعتي بيتي ورميتني في الخيمة ثم تصدقت علي بكم كيلو رز كم كيلو طحين لا جزاكم الله خيرا الغرب لا جزاكم الله خيرا بريطانيا بالذات ثم أمريكا من بعد شاخت بريطانيا ولذلك نقلوا الملك من فاروق الإنجليزي إلى عبد الناصر الأمريكاني لا تقول أمريكاني يا شيخ هذا عدو الأمريكان عدو الصهيونية تحلم خليك في أحلامك خليك في بحر العسل احلم نام وتغطى كويس مع العر تغطى بطنية شتو عشان تعرق وتدفع وأحلتك حالة أحلام عمو أحلام يا مو نفذ المطلوب حارة بالحركة الإسلامية قال يا أخي تآمروا لك تآمروا عليهم مش الحركة اللي تآمرت فاروق قتل البنى وعبد الناصر قتل كل قيادات الإخوان عبد القادر عودة وهندى ودوير وسيد قطب ما تعدش ما تعدش لما زينب الغزاني الله الحمد يقول كان يحطوني بجورة مجاري إلى الرقب إذا سهوت يغطص رأسي كيف تتسه مسكينة جورة مجاري لك في شيطان في الكون بعذب بهذه الطريقة ونتجهة تفتح عنه ملفات عفنت وتقادمت وعشان أذكرك مش قابل تقتل عبد الناصر عم بحارب الإسلام ما تكدف أبدأ أقول لك كيف بتقول يمول الخبز على وجه المجاري كلي يا كلبة انت مش حق انت كلبة كلي يا كلبة هتاكل على المجاري كيف النظام السوري كان يعذب مروان حديد رحمه الله هذا البطل الشامخ محب إسلامه مروان حديد رمز حماء كلها تحبه حماته كلها عذبوا عذاب دخل يمكن وزنه ميت كيلو طلع لما دفن الله يرحمه عشرين ثلاثين كيلو عن معالمك العربي أبشع مما تتخيل أكثر توحشا من كل ما يخطر بالك نعمين كلهم نعمين كلهم جنتل بري بري جنتل لما توقع الواقع بسم الله كان لك مخالب قال له انت فاكر له مخالب لك ريجين الإيطالي قتلوه تحت التعذيب وبيبحثوا لسوء طالي فاهم والكل فاهم إنه قتل تحت التعذيب وإحنا بنبحث معروفة للكل يا عمو إن قتل باحد درسه بسفره قل له عمو أنت غير مرغوب فيك مع السلامة منتهى البساطة إذن ما تقتلوه بتتعذيب سجاير وصعق قكرة منك لويش شي بيخزي واقع العالم العربي مخزي الأونر وانت بتكون في واد والموضوع في واد أنا كده أعمل لك إذن من من مثل قرار ترامب هذا بدل تكر المسبحة كلهم عاوزين الغرب الآن بعيد ورا ترامب كورز لكن ترامب نفسه لقط السنارة من من نتنياهو نتنياهو قال لابد أن نصفي الأونر وعشان ننتهي من حكاية اللاجئين وقضية فلسطينية ما في قضية فلسطينية الفلسطينيون في كل بلد في لبنان لابنينو هون أعطوه الجنسية لبنينية ونخلص بسوريا أعطوه الجنسية السورية بالأردن هون مجنتين خلصين ما في مشكلة هذا نتنياهو يعرض حلوله الراقية هذا وحش هذا اللي جون كيري بقول ما رأيته جبانا خائفا مثل ما رأيته في حرب الأربعطاعش مع غزة جون كيري يهودي وزير خارجية أمريكا بيحكي عن يهودي زميله بقول ما رأيته خائفا جبانا هاي الكلام بالجرائد منشور مذكرات كيري ده مش عاجبك الجرائد مذكرات جون كيري مش الجبنة وزير خارجية هذا يا أخي الله يصلح الحال راحوا تهينهم على الجبنة بحكي عن وزير خارجية مش عن جبنة بحكي عن جبن لا إله إلا الله عن جبن نتنياهو كم كان جبانا العديدا نذلا خائفا خسيسا مرتعشا مرتعدا فرائصه من غزة المحاصرة من عربانها إخوانها خلانها خليها على الله شو بدأ أقول لك شو بدأ أقول لك وشو بدأ أقول لك وجهة نظر نتنياهو إنها الأنر ورمز للقضية الفلسطينية أنهينا الأنر وأنهينا القضية الفلسطينية ما فيش لاجئين لا هنا ولا هناك جنسهم والسلام وفي كل بقاع العالم أي فلسطيني بأي بلاط طوض جواز بمو نتنياهو إيطاليا جنسونكم ألف ألفين فرنسا خمس ستة الاف ألمانيا عشر تلاف شو المشكلة نخلص لأنه هذا شاهد على جريمة الصهيونية باحتلال أوطان الغير نخلص من آثار الجريمة فكونا فمن هجرهم الآن يحب أن يطمس آثار الجريمة من هنا نشأت أزمة الأنروا ولما كان ترامب محفوفا بالمخاطر والمشاكل مشكلات أفصح يا عما سأمنا نحكي نحوه إحنا عدي المشكلات ما تزعالش فهو يسارع في خدمة ورضة الصهيونية عنها تنقذه مين بيملك حبل المشنقة يبعده عن رقبة الترامب الصهيونية فهو يسترضيها يتعبد في محرابها أنقذوني أنا عميلكم أنا خادمكم هذا موقف ترامب من الصهيونية ولذلك الأنروا في البداية كانت الأنروا وفي النهاية كانت الأنروا في البداية مع النكبة كانت عنوان على تضيع القضية وتخزيمها أصبحت قضية خيام وناجئين بططين كاز وصابون وزيت وذقيق ورز وسكر ولا آخر وأدوية بيجي طبيب كل أسبوع ولا كل كام بمرها المرضى أنا بيعطيهم أسبيرين أسبير عدي يلا إذن قزموا القضية في البداية والآن بدمينه القضية برضو من خلال إنهائل النروة بتحويلها من قضية موطن مغتصب إلى قضية لاجئين زيت الآن العرب كلهم مج مج مجمعون مج يا عمي مجتمعون إيه خلاص المهم على إيه حل الدولتين وحل الدولتين حل الدولتين بالله لو قالوا للعباس دولة على شبر من الأرض برضو هذا ما طلبكم يا أمة العرب شفت تقزيم القضايا والضحك على الذقون وهم عارفين إنه ما في سلطة للقضية للفلسطينيين ولا في أرض للفلسطينيين 67 عم تتهكل كل يوم شوية تخفز كل يوم إسرائيل شوية والقضاء حكم يوم الخميس بأنه نعم نعم إسرائيل لها الحق أن تهدم قرية الخان الأحمر وتقيم محلها مستوطنات قضى القاضي رفع هذه الجلسة شلوم عليكم هذا القضاء العادل الإسرائيلي سليم متحضرة جدا وقضاءها نزيه وشفاف وعادل أخ عمو المحتل الغاصب المجرم ما في دين ما في خلق ما في ذمه ما في مبدأ ما في ضمير أوعى والله إسرائيل أحسن أحسن من من العربان لأنه العربان ما في أسوأ من مضوحهم في العالم كل هذا فما تقننشع كل حال بالعربان شيء ولا أحد ولا الجن استغفروا الله العظيم نتنرفزون على العصر الله يهديكم طيب إذن قضية معيشية ومساعدات في البداية والآن في نهاية عصر النكبة مثل ما بخطط نتنياهو لابد من تصفية وتعطيل الأنر والإخفاء جريمة النكبة والشاهد الواقعي نضمسه خلاص بنكون قضينا على الشاهد الأخير المتبقي على جريمة النكبة والتهجير ففي البدء كان التآمر وكانت الأنر وفي ختام المسرحية المأساة كانت الأنر وعنوانا على التآمر لطمس القضية وإخفاء آثار الجريمة العودة إلى المدارس أو طلاب المدارس أقول العلم والتعلم والتعليم من أهم طالب الدين إن لم نقل أهمها على الإطلاق لا تقول أهمها بدأت تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله علم أمو دينكم كل قائم على العلم يا بويا مش داعي نرد عيد لك ما تحفظ من منه وانت في الأول ابتدائي إنه أول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انتهى الوحي الأول لأن الوحي الأول كل قراءة وتعليم يا الله والعالم اللي بفهم قصدك العالم العربي شوف الحرص على استفزازي ما انت عارف رأيين من نقيض من هذا العالم العربي يدمر التعليم عن تخطيط مش عن تياسة وعن جهل وعنه عن قلة خبرة لا لا وين أيام الابتدائي بزمان ما درسنا الابتدائي وين الابتدائي الآن الابتدائي الآن روضة على أيامنا والله أزعم بعدين تحياتي لكي لكي بلياء وكله والله ما أنسى صديق لنا الله يحفظه إن شاء الله إن شاء الله يكون من المشاهدين الآن ويؤمن على كلامي يبقى تصل فينا أخونا أبو محمد الله يعافيه المهم تاجر من تجار عمان المحترمين على خلق ودين هذا ملائكة تمشي على الأرض نحسبه المهم بيقول عندي موظف ثالث اعدادي وشهادته وارجانيها تاسع ثالث اعدادي يعني المهم فقال عينت والله عندي بيبيع معايا في المحل ويوم خطر ببالي أني أحمله قائمة بأسماء العملاء بتاعيني ويحصل لي منهم وهي كل تاجر عنوانه والمبلغ اللي عليه الدفعة اللي بيعطيك يسجلها وجيب لي المبلغ فعطيته قائمة ست سبع عشر تجار ناسي الرقم الآن والله كل واحد اسمه عنوانه اسمه عنوانه والمبلغ وقدروا هاي ورقة يا ابني وكلهم فيه يعني التجار وسط البلد يعني قريبين من بعض لفلي عليهم وتعالى وقف حمل ورقة ووقف دي ابني ما لك ما لك قال معلمي تسمح لي أنا لا أقرأ ولا أكتب ها ثالث اعدادي قال له ها معلمي ثالث اعدادي لكن لا أقرأ ولا أكتب يا الله شفت الفاجعة يا إخواني ثالث اعدادي لا يقرأ ولا يكتب هذا غبي الله يا عمو هذا اسمه عدي 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 أنا أقول لك أنه في خريجين جامعة يدوب فك الخط كيف يعدي؟ بعرفهش أنا بعرفهش تسألنيش آخ التعليم نهضة الأمم تعليم انحطاط الأمم سوء تعليم أخطر ما في الدنيا التعليم عمو أوروبا نهضت وحكمتنا واستعمرتنا بعد أن كنا أسيادها على مدى قرون أخذت علومنا يعني الجبرتي الأب والجبرتي الإبن ونحن مش فاهمين من أب ومن الإبن الجبرتي المؤرخ الإبن الصغير الجبرتي الأب عالم متنوع هندسة عرياضيات يا الله هذا من شيء مع القرن الثامن عشر خواتيم ألف وسبعمية وسبعين ولا المهم هذا الجبرتي كان يكتب المؤرخ الإبن يوميات ما يصنع الفرنسيون بمصر يوماً بيوم يعني كانوا نشرت أخبار عم بسجل الوقائع الوقائع والحوادث والجرائم القتل اللي برتكبوها الخلاصة مش مجال ينفصل الآن نقول الإبن هذا عن أبوه والدي درس مجموعة علم الهندسة فرجعوا إلى بلدانهم في أوروبا وأسسوا طواحين الهواء تأت هولندا طحنت الهواء الهولندية بناء على أبو يدرسوا ميكانيكا والهندسة والرياضيات فتخرجوا من عند أبوه وراحوا طبقوا علومهم باختراع طواحين الهواء بما درسهم والدي يا السلام هذه أمتك يا أيها العربي الآن بتخرج مهندسين عندنا ماذا صنعوا ماذا قدموا ماذا اخترعوا ماذا أبدعوا أول يا باصط أول يا باصط إذن موسم عودة المدارس حمل سندوشات وحمل كتب وتفقد المنهاج وتفقد الكتب على المنهاج وحكاية وسنة هم رايحين جايين وتعليم كمل تعيش أنت لهالدرجة مو لهالدرجة أحسن عشر بالمية عشرين بالمية لكن المطلوب لا لا ولا التعليم الجامعي هو التعليم الجامعي منتهى البساطة ليس هذا مبالغة ما نقول لا والله كل كلمة وما هي مبالغة إنما الواقع لا نريد تفصيل في موقع العلم في الدين ومنزلة في حضارتنا باختصار أوروبا بدأت تبحث في العلوم حتى تقرن وحتى تطردنا من موقعنا الحضاري بزعامة الدنيا وتولت هي زعامة الدنيا بكفرها وضلالها والحرافها وانحطاطها وتخلفها الأخلاق والقيم وأقصتنا جانبا وحولتنا إلى مستعمرات تلناه حتى الآن نحن مستعمرات للغرب يا بو ولكننا دول مستقلة يا سيد احسبها زمن تعاوز نبعد نتفاصل هستولى الجادل مستقلة مش مستقلة مستقلة يا راجل لا نمستقل حد ولا غيره خلص إن انت فاهمه فاهمه كل واحد اللي فاهمه بخليه براجعهم ماذا نتكلم يعني العلماء عبادتهم طبعا هذا يعني حفظ العبادات لكن من أرقى عباداتهم طلب العلم الفريضة والأركان خلها على جم صوم صلاة زكاة حج إلى آخر لكن عبادة العلم لا تقل عنها بل تلك لا تحصل إلا بالعلم والعقيدة لا تحصل إلا بالعلم فأعلم مثل ما قلنا لك في باتئ الكلام أنه لا إله إلا الله موقف العزم من عبد السلام هذا أمة في رجل رضي الله عنه ورحمه مع بن طولون موقف مشهود شامي هو لكن وين مقيم في مصر العزم من عبد السلام شامي في مصر ما له ضيق على الحكام المخارج قال له أمم كش يرجع بلدك أو هو قال له أنا مثقل عليكم أنا أطلع من القاهرة فحمل أمتعته على حمار وجاء طالع من البلد كل القاهرة خرجت في إثر العزم عبد السلام العالم قطب الأمة يا بوه العالم العالم محرك الأمة لحقته البلد كلها قل البلد لابن طولون نحن ماشي مع العزم عبد السلام خلي القاهرة إليك تقهر نفسك فيها فتبعهم الغصة مشهورة ومعروفة بالناش نعيد ما تعرفون تبعه الحاكم قال له يا عم ارجع بالشروط التي تمليها أنت والبقية عندكم مش هدخل في التفاصيل ابن تيمية رحمه الله كيف كان يحرض وحرك الناس للجهاد تتار بدهم تحشيد الأمة كلها كان من تيمية يحشد بالتوعية الإيمانية والدينية ويرسل إلى الجبهة أفواج وراء أفواج أحمد بن حنبل موقفه المشهود المشهور وسواهم بالطبع الأمم جميعا نهضت بالتعليم واليابان وألمانيا نموذج ألمانيا واليابان دكت دكا دكا ودمرت تدميرا شنيعا فضيعا مريعا تدمير يعني نقزاكي وهيروشيما ليش دمروها لأنه المنطقة الصناعية يعني روح اليابان دمروها بدت اليابان بالتعليم نهضت إلى أن تيوت رقم واحد في العالم في العالم دعاية لا كامح إلا عني لا إله إلا الله ولا مرسيدس ولا غير مرسيدس أجود أنا مش في أجود وأقل جودة إنما أقول لك عن اتكمي التوزيع رقم واحد في العالم يا الله بالتعليم نهضوا بالتعليم وانحط العالم العربي بسوء التعليم إذن بريطانيا بما حكمت العالم بالعلم 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 الذي ترجمته ترجمت العلم صناعة وسلاح وغواصات وناقلات وولثتها أمريكا طبعا فحكمت العالم أيضا بالعلم بالعلم طيب مع الوقت ضيعنا التعليم وضعفنا التعليم وننعدي عشان الوقت أدركنا نقف عند ما فعلوا طلاب مدرسة من ضواحي عمان من تكسير وصياح في المدرسة وإلى آخره إلقاء برامي تكسير مقاعد مؤلم محزن ممض مزعج هذا المنظر أين الانتماء أين الانتماء أين التربية والتعليم أي ثمرت صفوف ممكن تاسع وعاشر أو لا فينه ثمرت التعليم فين أنا أكسر ممتلكات مدرستي مدرستي بيتي مدرستي بيتي أحافظ عليها مثل ما أحافظ على بيتي أرجو أن لا يؤثير الموضوع حساسيات ما احنا بنصير نعاطس من أقل شي عمو لازم نعرف ابننا الصغير يعرف الخير من الشر والصواب من الخطأ والحق من الباطل والصحيح من من الذي لا يصح واللي بيطلع ابننا ما يفرق من عميل صنيع من الصناع باني وطنه ما يعرفش الفرق أي لأ ابني هذا الكلام ما بيصير مدرستك بيتك وين الانتماء أتحدى إذا في اليابان مش بيكسر مدرسته برمي ورقة في الشارع أتحدى وبجعجعوش عن الانتماء ولا بيحكوش بيطبقوا واقع هذا جرس انذار يا ناس إنه تعليمنا غلط من انتماءنا ولائنا لبلدنا فيه غلط جرس انذار ضخم يرن في آذاننا أن انتبهوا وضعكم خطر جدا نلتقي في الوسطة الثالثة أرجو أن لا أكون أذقلت عليكم لعل الكلام في الوسطة الثالثة يكون أهوني شوي إن شاء الله كونوا معنا أخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم أسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نقول كلمة الحق بأبسط وأهون وأيسر ما نستطيع وأنها تكون منفرة ولا فضة ولا غليظة ولا دفشة ولا عفشة إنما نقولها بأرق وأهون وأيسر ما نستطيع نتكلم عن محاكمة سلمان العودة أكرمه الله وعفى الله عنه هل حديثنا عن هذا الموضوع يعد تدخلا في شؤون الغير وتدخلا في أمر داخلي لبلدين شقيق له بين ارتباط جد وثيق هذا الشقيق ودعمه لنا يعرفه العدو والصديق وهذا ليس ابن اليوم الارتباط ولكنه ارتباط عميق ووثيق تمام يا أيها الرفيق لكن هذا نقول في الجواب ليس تدخلا وإنما إبداء رأي وقول كلمة كما نتكلم في أي شأن إلا إذا كان الكلام ممنوعا إلا في درجات الحرارة اليوم أفحر أو أقل حرارة أو رطوبة أو هوا أو المهم نحكي عن الجو بس وحتى هذه ربما أعتبر الكلام فيها تدخلا ما أدري الله فيه تدخل فيه كلام عن الحرارة مثلا تدخل فيه تدخل في الجو يعني في العالم العربي كل شيء ممكن ثم إن هذا عالم شرعي موثوق له محبوه ومتابعوه بالملايين بالملايين لو أدخل سياسي ما عندوش متابعين قد سلمان العودة آه شوخ يعني شو يعني يعني لو متابعين يحكي له كلمتين يعني تضحكوا عن الناس به آه لك أمة لا تحترم علماءها لا خير فيها وقد إن سلمان العودة يعني بعد السبعين خمسة سبعين سبعة سبعين الآن بدأ عميلا مجرما صنيعة مخربا مدمرا الآن عرف هذا الكلام لا ما حبسناه من قبل ما نعرف سنجيلها كل حال سلمان العودة من رموز الاعتدال آه إذن كلكم مثله ليش وما هم ما شأنه اليوم مبارح بكرة من رموز الاعتدال إذا كان الاعتدال مثل سلمان العودة فلاعتدال في الإسلام كله لا تبقى المقاييس اللي تتقيسون بها غلط سلمان العودة شئتم أم أبيتم من رموز الاعتدال من علماء الأم الموثوقين والشعب يحبه كل الشعب العربي استثني المرتبطون بالأنظمة حرين انتم نحن نتكلم هنا كمحللين محللين يعني ناس بنحلل الخمر ولا تدخل ولا غيرهم بنحق رأي وما حبوخ إبراين أصلا يعني وبنتكلم كمحامين أيضا بنحلل الكلام ومن حقه علينا أن نحمي عرضه وندافع عنه إذا رأى مؤمنا مسلما مظلوما وجب علينا أن ندافع عنه بالكلمة واللي أعان على قتل مسلم بشطر كلمة يدخل جهنم يقول أكملش يحاسب عليها أتريدون أن أن نؤيد حكم بالقتل على على شو عامل سلمان العودة حتى يقتل إذن إحنا محامين وإذا كان محامي بيطلب لموكله البراءة دخلوا في سجن محامي يبقى لشكلية الحقوق سكروها بالمرة وألغوا مهنة المحامة إذن خلصونا ولا نخذ المسلما أينما كان وأن لا نعين على قتل مسلم فهي كيف إذا كان عاملا عالما صادقا ربانيا مخلصا كسلمان العودة يعني ربنا ما جعلها الملايين كلها تحبه ملايين بالعشرات تحبه وهو صنيعة دعي كذاب لا لا بتكون الأمة كلها ظلط وكلها غلط كلها شلط الأمة على صواب يا بويا لا تجتمع الأمة على ضلالها ذي ضمانا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة تحبه أنتم بتحبوش أنتم لكم مصادعكم لكم سياساتكم لكم ارتباطات علق الشريط والله لكم ارتباطاتكم أنا شو نسوي إحنا ما ننشر ارتباطات ولا أنا مصالح نقول كلمة الحق لا نبتغي به إلا وجه الله لو بدنا نجامل نقول غير هذا الكلام أنه غير هذا الكلام بيجلب الرضا هذا الكلام قد يجلب الصخط مفهوم الكلام لكن نقول ما نعتقد أنه الحق لا بدنا نهيج ولا نحرض ولا بس فقط نقول كلمة حق وننصر مسلما والحقيقة يعني أن يقال سبعة وثلاثين تهمة ثم يقال باسم الشرع نطالب بقتله تعزيرا واو التعزير للعلم يبدأ من عيب عليك حرام عليك لك استحي روح تعزير أو يشهر به أمام الناس تعزير أو يسجل له شهر زمان تعزير فيش حد لا قتل حد لا شرب الخمر حد لا سرق حد لا زنى مع هذا الله حد لكن اغتاب فيش حد هذا يعزر حرام عليك عيب أخوك هذا مش روح لكن هنا قال التعزير قتلا يعني حكم التعزير أخذوا السقف الأعلى في التعزير اللي هو أندر من نادر في التاريخ الإسلامي أخذوا به باسم الشرع هذا حكم الشرع لا هذا اجتهادك المهدف المقصود لا تقول لي هذا حكم الشرع هذا حكمك أنت لإرضاء جهات ولا ما ليش علاقة عندما دخلنا من هذا الباب إلى الموضوع نقول كلمة أو نصف كلمة كلمة حق أو نصف كلمة نبين رأينا كما نبين في أي مسألة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ما شئت هذا الأمر ليس بجديد على سلمان العودة فقد سجن سنة التسعين في حرب الخليج المشؤومة سبع سنين عدد مثل سنين يوسف فلبث في سجن بضعة سنين بضعة سنين سبع حروف والبضعة من ثلاث ساعمان سبع سنين والله أعلم سلمان قاعد سبع سنين على إيه ضد حرب الخليج رأيي حرب الخليج غلط بتنحل المشكلة بالسياسة بتنحل بالتفاوم مثل من تحرصين على حل مشكلة إسرائيل من فلسطين قصد فالإسرائيل من المهم إسراطين على القذافي رحمة الله على غيره قال عينها نسميها إسراطين ونخلص بتكون إسراطين إسراطين الله شفت العبقرية لك ربنا معطينا من فضل الله قيادات منو أينشتاين تحقين عالهم أي أينشتاين أي علماء فيزياء وفلك إسراطين بالله عليك تخطر بالشياطين إسراطين الله حل سحري سحري بس ما حدش أخذ فيها مستر قذافي راحت عليك آه القذافي أربعين سنة يا قذافي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بدين لص على شهوات على الجاشوسية على سي اي اي أنا مش مخلي مش مخلي لا إله إلا الله سلمان ليس منتميا لا لتنظيم لا إخوان ولا غير إخوان يعني حتقولوا الإخوان ما هو سلمان وسلفي زيكم ما أدري كيف سلف يأكلوا بعض ولا ما أعرف ولا لحزب ولا جماعة ولا تكتل ولا شيء سلمان على الإسلام العام الجامع إلا هذا الدين الجامع بس عالم يفهم بالسياسة هذه مشكلته يفهم كيف تفهم إيه يعني أشيري دماغي ورميه في زبالة ما كيف بفهم يعني المطلوب أننا نفهم ما وعش باشا نفهم بس عالم يفهم بالسياسة وسط جمهر من العلماء لا تتقن هذا العلم ويملك الجراء وسط جمهر لا تملك مثل هذه الجراء هذه مشكلته هذه مشكلته التي قد يسميها البعض طرفا وانشقاقا على ولي الأمر ورأيه الدولة وتعدل ولي الأمر وتعدل تهم والله أنا ماشي بالسيارة اسمها البي بي سي يعني أقوال الصحف وإذ صحيفة من بلد عربي بتقول مما وجه لسلمان العودة أنه تشكيل تنظيم في بلد عربي ما له للدفاع عن النبي يا الله سمعت يا أمة العرب تشكيل تنظيم مش تنظيم هذا تجمع والله ما أدري سمينه يش يعني للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شارل إبدو رسم النبي برسوم قنابل في حاشة لمقامه العظيم تشويه مطلق ويهود وحاقدين وترعاهم الصهيون العالمية طبعا والعالم كله طرع في جنازاتهم وتعاطف معهم وبكي العالم كله بكي لأجل الله ما بقي أحد مريضا سليما كله جاء عشان شهداء شهر الإبدو اللي شتموا الرسول صلى الله عليك يا رسول الله شوف ما حد جاء بسير قتلانا بالأغصى شهدانا كل يوم ولا شهدانا بغزة ولا في الأخبار حتى بنسمعهم عالم عربي عجبي من هذا العالم العربي عجبي عجيب كيف نكبر التسميات والمسميات صغيرة تضرفا من نسمي الأشياء من باب التضرف يعني أنه فلان ماله على كل حال إن شاء الله أنه هذا القرار المطالب يعدامه يكون القضاء أعقل وأعدل وأحكم من الانسياق وراء مطالبة النيابة العامة وعادة النيابة العامة بالطالب يستقفلها على مسعار أنه طالب بقتل عالم ما يملك غير القلم سأل من عود لا عنده لا سكين مطبق ولا حامل شي ومصاب في مرته في أبلاده اللي ماتوا بحادث سير فصره أب وأم فصلتوا عن أولاده لأن صف الأولاد بلا أب ولا أم مش معقول هذا يعني وعلى إيه حتلاقي المسألة بهالحجم بنعملها الجبل مثل جبل أحد على كل حال كن فيدرالية بين الأردن وفلسطين طرح الموضوع أحدث لجبة وضجة وهمس واعتراض ولغط ورفض واه سؤلافه ولو بقي سرا عند عباس همس به همسا لأصحاب الشأن وأنه رفضه ترى يا أخواني عرض علي مستر تشفومب أنه نعملكم فيدرالية ونرفضها والسلام عليكم خلصيت لك لا بد أعمل أزعرين أزعرين يعني ضجة وصوت عالي ترى إن عرض علي أعمل أنا الرئيس كون فيدرالية كون فيدراليشن ومتجون ما تخليه همسا بينك وبين المعنيين يا أخي بدون هتضجة وقسم سخطة وقال لا لا ما بدنا ما نريد ما بدناش بكل الألسن بدنا بدناش بدنا لك هو فيه سلطة أصلا تعمل تعمل كون فيدرالية فيه دولة هو عشان تعمل كون فيدرالية وحتقوم دولة أصلا مش حتقوم يا من اعترضتم ما فيش حاجة فقاعة فقاعة بلون طال في الهواء كيف الهيدروجين هذا يطلقوا بطير في الهواء بطلع للسمى فوق فقاعة جسد فقاعة يعني لا أشعر ضجة واللجبة واللخمة كون فيدرالية كون فيدراليشن رجة وضجة وفرقعة وتضخيم ورب فعل مبالغ فيه والشعب الفلسطين ما له علاقة أصلا ما له علاقة أعرى اللبنانيين هل السلطة دولة هل تتتحدى ولا تتحد مع أي أحد لا إذن لوش هتضجة كاللي طلق مخطوبته بعد العقد عقد العقد وهم قاعدين في العقد وانو قال انت طالق بسم الله الرحمن الرحيم ما لك يا ابني قال اختلفت أنا والمحروسي عليه يا شخوي قال الولد الأول إذا جاء بدأ سمي باسم أبوي حول لا اسم أبوها قال مصر على اسم أبوها وانا مصر على اسم أبوي قلنا لها طالق الله يفتح عليك بنهنيك يعني كان معطين ما شاء الله عاقل إحنا قالونا هذا الولد عاقل طلع مش عاقل طلع ولد المهم أنا نفسي المهم فإنت يعني طلاق لسه ما فيش فيش عقد حتى ولا فيش شي وهذا إحنا قال نعرض علي أن أعمل كم فضاء أول حددنا دولتك وين هي قبنا تقول عرض علي ما عرضش علي يعني لو سكت عن الموضوع وخلصنا كان كلها الضجمة بدلا الحساسيات وتخرج من من يعني من مخابيها بعض الكلمات ولو إيش والبعث كله في غير محله وكان حريا أن لا يؤبه به أصلا وحل الدولتين بتكلموا عنه أي دولتين وانتوا عارفين أنوا لن تقام أو لن تقوم دولة فلسطين انتوا عارفين إحنا اللي بيفهمش عارفينه كيف انتوا اللي بتفهمون فكونا من هالسالفة ما في دولة عمو حتى تعمل ما تعدش الكلام خلاص ما تفهمنا حاضر آسف يا سيدي سامحني ومثل ما كررت في حلقاتنا مئات المرات ماذا متعدش مرة بتزهقنا ببطن يشوف وجهك أستنى علي قلت عندنا كذا وعشرون دولة ما قلتش بطة عرجاءها كنت دائما نقول بطة عرجاء مرة ما قلتش قلت عندنا كذا وعشرون دولة هاي الفرق إذا المشتكرار الحمد لله ما شاء الله ضمن فريق البطات العرجاء وعلى أي مساحة من الأرض ستقوم هاي شبرين ثلاثة كيلو متر مربع بيت صفافة أبو ديس وين اكزاك هالدولة بدها تقوم وين قال لي في الأرض والسماء إن شاء الله السماء وكل يوم تقرض الأرض فعلى أي أرض وأي دولتين يا ما نقوله مع مسكينها الربابة وحل الدولتين حل الدولتين يليلي عين على حل الدولتين دؤية مزيكة لك أي دولتين بتخموا مين بتضحكوا على مين حسب الله هنا من الوكيل جامعة أهل البيت مالها جامعة جامعة أردنية ممتازة الحمد لله ناقشنا فيها رسائل والله بس موضوع قد يثير حساسية أرجو أنه ما حدش عاطس ولا حد يصاب بالرشح ولا غيره والأصل أن لا يثير حساسية وينبغى أن يعرف المخطئ على الأقل يعرف غلطه يعرف أنه مخطئ ويعرف الشعب الخطأ من الصواب ما نبقاش نتعصب لأولادنا وننسى أنه في شيء اسمه خطأ في شيء اسمه صواب في شيء اسمه حق في شيء اسمه باطل نتعصب لحالنا ولأولادنا لمنطقتنا وبالمناسبة أراحني من هذا الموضوع واحد من أعزائنا من طلابنا من إخواننا من أحبابنا عمر عياصر يعني كاتب متميز من كتابنا الأردنيين الممتازين كتب في هذا الموضوع كتابة لا مزيد فلا أتكلم مزيدا بس يعني غطي تغطي سريعة بهذا الموضوع تكلم عمر عياصر عن المناطقية والجهوية والريعية والنفعية مصطلحات أنا مش فاهم شيء أو بالدعم الحالي مش فاهم شيء وهو نقيض ما تخطط له الدولة من الاعتمادية على النفس للريعية ولا النفعية يعني من كل فاهم طبعا مع أداي وقال إن الحادث دق جرس الإنذار إن يا دولة راجعي سياساتك في شيء غلط شيء غلط يا دولة في شيء غلط يا خطط بتخططه فين؟ بتخططه في الأثير مش على الأرض مش على الواقع بتخطط لمين؟ وإذا ما زلنا مناطقيين وجهويين مش في أويين لا جهة يعني المنطقة هاي والإقليم هذا والبلد هذا بدي الجامعة تكون ملكي أنا لا على كل حال موضوع مهم والله كاتب فيه صالح النعامي بعنوان تهاوي ترمب والمأزق الإسرائيلي موضوع مهم أحاول أني ألخصه بالدقائق القليل المتبقي قد أخذ من الوقت دقيقتين زيادة فلتصبروا علينا شو المشكلة؟ بيقول حبست إسرائيل أنفاسها في ظل التطورات الدراماتيكية بشأن ملفات التحقيق مع مقربي ميستر ترمب ومساعديه الأقربين ما تعاضم المخاوف من أن تمضي هذه التطورات إلى إجراءات عزل وتنحية ميستر ترمب من منصبه خلاصة الكلام أنه بدت الآن الدائرة تضيق كوهين لطشو خمس سنين وقلت مدري في الحلقات ولا في مجالسي والله أول ما تكلم وقلت معي لطشو خمس سنوات تعلم بالغيلك؟ لا بالتفكير بالعاقل من فضلنا أنا أضغب بالمنقل بالمنجم بالحجان مهم لا عملوا معاديل صفقة قال لهم أعطيكم معلومات بعرفها ترمب عمل كيت وكيت 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 تهرب ضريبي ودفع الفلانة وفلانة ماتين وخمسين ألف عشان سكتهم عن فتح لهم بعض الملفات وأغلق بعضا الديل مقابل لطشو خمس سنوات إذن معانا لولا الديل كان أخذ له 12 سنة فنجى من 12 سنة ولا كام بالديل بالصفقة ومستر ترمب قلت لكم والله أني كاتب من سنة ونص أو أكثر موجود عندي الورق والله لكن ما جلوش وقت كنا نطلع أوراق ما نغطيهاش إنه قدامه حل واحد أن يصدر عفو رئاسي عن نفسه ثم يقدم اشتقالته بيكون تحصن من أي محاسبة قانونية واستقالته أنهت كل شيء صار الآن معاه حصانة باعتباره رئيس حصن نفسه بيطلع براءة وباستقيل وذات ست لكن لا أبا إلا يظل الآن إذا وصل الحبل اللي عنده سيحقق معه ويعزل وقد يحكم على أقل مثل كوهين الله أعلم بدنا نقعدنا تنبأ الآن بيقول نتنياهو يعني الآن عوّل على ترامب والجماعة المتصهينين دون مؤيدي إسرائيل الشريسين كلهم بلطن وغيره بالشوارب هذا فريق ترامب كله من الصهاينة المتعصبين جدا بيقول الآن توجهات الرأي العام الأمريكي نقيض هذا التوجه وبقول الحزب الديمقراطي اللي هو منافس الجمهوري اللي منه ترامب ترامب جمهوري ديمقراطي اللي كان منه أوباما بلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب عجوز ممكن بالستينيات ولا كام ضد مطلق لترامب المهم بتتكلم عنه كلام بيقول بدأ الحزب الديمقراطي هذا وجاب أسماء أليكزانديريا كورتس واللئيب فازت على كراولي واللئيب هذا مرشح الجمهوري وحتى المرشحين الديمقراطيين عم بيفوس عليهم اليسار الديمقراطي يعني الأكثر تطرفا في عداوة إسرائيل مش بس الديمقراطيين عموما مش مع إسرائيل في الصافي يعني إسرائيل مخترق الكل لكن حصتها في الجمهوري أضخم وأعظم وأشرس الآن الرأي العام الأمريكي بدأ يفرز النقيض كل الانتخابات اللي بتجري تكميلية ولذلك الآن في 2020 انتخابات الكونغرس عندهم في نصف فترة الرئاسة بيحصل انتخابات كونغرس قد يفوز فيها الحزب الديمقراطي وسيفوز وبيأخذ أغلبية ومنين الأغلبية من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الأمريكي بمعنى انه مش بس الوسط أو اليمين اليسار أو وسط اليسار لا يسار اليسار اللي هم الأشد عداوة لإسرائيل والتوجه الصهيوني الموجود حاليا مقول إذن المزاج العام في أمريكا بدأ ينقلب على إسرائيل وبالذات في الحزب الديمقراطي ووحدة عمره 28 سنة ولا كان فازت باكتساح ضد واحد متعصب جدا كان يكتسح هو الانتخابات وأنا بقرأ الأسماء واحد أو من عائلة وارنر أو وحدة وارنر يهود معروفين ضد إسرائيل ينجح في الانتخابات أو تنجح في الانتخابات الناس الآن وحدة مش أدور في الأسماء والأوراق مش موضوعي الآن والذاكرة مش وارنر عائلة يهودية فحتى بعض العائلة صارت ضد إسرائيل بتطرف الآن بدوا اليهود يحسبون حساب أنهم بدوا يفقدوا مش لها الدرجة طبعا لكن في تحول في المزاج العام يعني متهالكين في الوقفة مع إسرائيل ومن ضخلها ثلاثة بليون دولار مساعدات عسكرية كل سنة وبيعطوا وبيعطوا الوكالة مئة وعشرين مليون حلاوة موأيم يعني زعيم من رصيده الشخصي طبعا مئة وعشرين مليون يعني هذه فكت لفراطة لفراطة عند أحد على كل حال إذن إذن إن شاء الله مأزق ترامب وإسرائيل من وراء ترامب ومن أمام ترامب إن شاء الله العالم كله مولانا بغير مسرح العالم كله من أجل الوعد أن يقترب إن شاء الله تعالى الوعد الحق بأن أقصان يتحرر إخواني إياكم أن يتطرق إليكم اليأس أو الشك أو الوهن أو التردد لا بل دائما ممتلؤون يقينا عندكم وعد من إله الكون القدير أنكم داخلون مسجدكم الأقصى إن شاء الله كونوا على فقة بهذا إن شاء الله ويقين مطلق تام كامل ورأس مرفوعة وعزائم كالحديد لا تلين إذا ملتقى بكم ودائما نركم بأحسن حال أقوى مع نويات حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة